اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستعلها بأشأن الوطني حيث عبرت رومانغا عن شكرها للمملكة المغربية على دعمها الهام من أجل الإفراج عن رهينة رومانية يوليان غيرغوت الذي كان مختطفا منذ سنة 2015 وزارة أشهرون الخارجية في رومانيا علنت في بلاغا لها عن الإفراج عن يوليان غيرغوت الذي كان يعمله كرجل أمن في منجم المنغنيز الوقع شمال بوركينفاسو بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر والذي اختطفته يوم 4 أبريل 2015 جماعة المرابطين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية معبرة عن شكرها للمغرب على دعمه الهام من أجل الإفراج عنه وفي خبرنا خركت رئاسة نيابات العامة نهاما فطئت تعمل جاهدة على مواكبة موضوع الاعتقال واتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضها اكتظاظا في ساكنتها من خلال توجيه عمل نيابات العامة بمقتضى دوريات أو عقد اجتماعات مع مسؤوليها وكذا عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال وأكدت رئاسة نيابة العامة في هذا الإطار على أهمية ما ورده في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول الكافلة بمعالجته إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الإنعكسات المشار إليها في البلاغ وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف يوم العشر من غشت من كل سنة والمنظم هذه السنة تحت شعار الشباب المقربة بالخارج انتظارات وإسهمات تقيم بمقر ولاية جهة مراكش أسفي لقاء تواصلي لفائدة أفراد الجارية المغربية المقيمة بالخارج ما باكا في المتابعة في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للمهاجر ننظمت ولاية جهة مراكش أسفي لقاء تواصلي لفائدة أفراد الجارية المغربية المقيمة بالخارج لقاء شكل فرصة للإطلاع على دعم المؤسسات المحلية لجهود مغاربة العالم للمساهمة في تحقيق تنمية الاقتصادية بجهة مراكش أسفي تحرص أيضا المجموعة أو المنظومة التعميرية على مستوى توراب اختصاصي للوكالة الحضرية على التعامل الإيجابي مع الملفات التي قدمها أفراد الجارية الملفات رخصة تعمير سواء رخصة البناء أو رخصة الزيئة أو رخصة إعصامات العقارية من خلال دراسة داخلها أجال جيد معقولة والتعامل معها بحل النوع من المرونة في إطار تبصيد المصادر قمنا بتقديم وبتواصل مع الجارية المغربية فيما يخص الفرص الاستثمارية التي هناك عبر عدة قطاعات تعريف الجارية أيضا بسياسات القطاعية وبسياسات ديال المواكبة أيضا ديال الدعم ديال الاستثمار وبالأخص اللي هو بخطيب المغاربة المقيمين بالخارج وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره العديد من المغاربة المقيمين بالخارج التطرق لجميع القضايا والإشكاليات التي تهمهم والبحث عن سبل إدماج هذه الفئة في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بغية مواصلة تحقيق تنمية المستدامة بالجهة اليوم الحمد لله نحن هنا في هذا الجامع العام ديال المواجر والحمد لله على كل حال نحن بخير على خير الله مالك الحمد نزول نشاطات أخرى هنا ينشأ الله في المغرب نديرها شيء ديال السياحة نديرها مسافرين ما بين إيطاليا والمغرب وبالنسبة لنا كل شيء الحمد لله غادي أنا أحسن ما يرام اللقاء عرف أيضا تنظيم بعض الأروقة الإدارية بمشاركة عدة مؤسسات عمومية وذلك من أجل تقديم المعطيات الضرورية للمغاربة المقيمين بالخارج حول المصادر الإدارية المتعلقة على الخصوص بفرص الاستثمار المتوفرة بالمملكة ومنذ انطلاق عملية مرحبة في الخامس من يونيو المنصرم تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدة أنجاد على قدم وساق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن ظروف وضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار سكينا مسويا في المتابعة تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدة أنجاد على قدم وساق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف المسؤولون على المطار داعفوا جهودهم لتعزيز إجراءات المراقبة الأمنية والجمركية والصحية فضلا عن تجنيد فرق مكلفة بتوجيه ومواكبة المسافرين بلغت أعداد المسافرين اللي مرت عبر مطار وجدة أنجاد دولي منذ بداية السنة لا أكثر من 540 ألف مسافر هذه 540 ألف مسافر منها أكثر من 190 ألف مسافر منذ انطلاق عملية مرحابة في 5 يونيو 2023 هذه العملية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله من أجل إنجاح هذه العملية قام المكتب الوطني للمطارات بتنسيق مع جميع المتدخلين في الشأن المطارات بإعداد واحد البرنامج عمل لكي يهدف لتجويد تجربة السفر يحظى جميع المسافرين باستقبال خاص ومواكبة دقيقة خلال مراحل الوصول والتسجيل والمراقبة وتتكلف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق مع سلطات المطار بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتصهر على تقديم التسهيلات اللازمة لهم حارصت الإدارة العامة للوكالة الحضرية في شخص مديرها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم الاستقبال والتوجيه والمواكبة فعلى مستوى الاستقبال تم تخصيص فضاء على مستوى الوكالة الحضرية لاستقبال أفراد الجالية وعلى مستوى التوجيه تم وضع أرقام هواتف المسؤولين المكلفين بتدبير الملفات ترهنا إشارة مغاربة العالم جهود وإجراءات مكثفة يتخذها مطار وجد أنقاد لتسهيل استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتلبية حاجياتهم الإدارية وكذلك تقليل فترات الانتظار مع ضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار في خبر آخر تعد انتفاضة القنيط رايما 7 وثمان وتسع من غشت الف وتسعمائة وأربعة وخمسين واحدة من المعالم النضالية الرائدة والوضاءة في تاريخ المغرب المعاصر الحافلي بالنضالات والملاحم والبطولات اليوم وفي الذكرى تسعة وستين لهذه الانتفاضة تحتفل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش تحرير بهذه المناسبة التفاصيل مع ردوان مستقيم خلال مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تخليدا للذكرى التاسعة وستين لانتفاضة القنيطرة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضة تجسد انتصار إرادة القمة والقاعدة في مسيرة الكفاح الوطنية من أجل الحرية والاستقلال دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والمقاومات التاريخية والحضارية في مثل هذا اليوم كانت الانتفاض عن طرقت وعلى مراحل وشملات واحد العدد كبير ديال الأحياء ديال مدينة القنيطرة وضواحيها واللي خرجت لتعبر عن استياءها وعن استينكارها وشيشبها للسلطات ديال الإقامة العامة لحماية الفرنسية بعد أن نفي جالة السلطان سيد محمد بن يوسف إلى المنطق الصحيق وتم بهذه المناسبة تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومنح شهادات تقديرية لهم في التفاتة وفاء وبرور وعرفان وتقدير لمناقبهم الحميدة ومزاياهم الرفيعة وإساماتهم الغزيرة في معترك النضال الوطني والتحريري كان ذلك يوم 19 أبريل نبتح الآن الملف دولي ونبدأه بجديد الأوضاع في السودان حيث وصفت المفاوضية وسميته للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأوضاع في البلاد بالمزرية نظرا إلى أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتحة وفي هذا السياق دعت كليمنتين نيكويتا سلامي مناصقة شؤون الإنسانية في السودان إلى توفير ممر آمن للفرين من الحرب في السودان سكينا مسوية في المتابعة دعت كليمنتين نيكويتا سلامي مناصقة شؤون الإنسانية في السودان إلى ضرورة السماح لجميع المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق النزاع بالقيام بذلك بأمان ومن دون عوائق حيث نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار وأشارت سلامي إلى أن العديد من المحاصرين بسبب القتال لم يتمكنوا وفي بعض الحالات منيعوا فعليا من البحث عن الأمان في مكان آخر أما بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الهروب فهم يواجهون مخاطر أخرى هذا وتواصل مفواضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية من خلال تقديم المشورة بشأن الحماية ومحاولات إيجاد طرق لنقلهم بأمان وفي جديد نزاع العسكرية دائر بين موسكو وكياذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجمات أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم وموسكو وأتت هذه الهجمات غداة إعلان روسيا إسقط مسيرتين أوكرانيتين كانت في طريقهما إلى موسكو وهي تشكل الهجوم الرابع على الأقل الذي يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع عودة مع سكين مسوية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 13 طائر أوكرانية مسيرة عدد منها أسقط قرب شبه جزيرة القرم والبقي قرب العاصمة موسكو وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية يأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة تكثفت هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة واستهدفت خصوصا موسكو وشبه جزيرة القرم وفي هذا السياق حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشهر الماضي من حرب متجهة نحو الأراضي الروسية معتبرا أنها عملية لا مفر منها وفي إطار هجومها المضاد الذي سمح حتى الآن باستعادة بعض البلدات أكدت أوكرانيا يوم أمس أنها حققت نجاحا جزئيا في بعض المناطق إلا أن القوات الروسية لا تزار تهاجم قرب كوبيانيكس في شمال شرق البلاد نبقى دائما في المنطقة حيث وصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد بلاروسيا وصرحت الوزارة أن الأفراد والكيانات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاثة شركات مملوكة للدولة المزيد مع رغدا قبوري وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة ضد بلاروسيا أدرجت ثمانية أفراد وخمسة كيانات في قائمة بزعم تمويلها للحكومة البيلاروسية وزارة الخزانة الأمريكية صرحت أن الأفراد والكيانات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاث شركات مملوكة للدولة ومدير وإحدى الشركات التابعة لإحدى تلك الشركات مضيفة أن العقوبات استهدفت أيضا أربعة موظفين بوكالة حكومية في بلاروسيا وثلاثة أفراد يسهلون التهرب من العقوبات لدعم حكومة لوكاشينكو وطائرة واحدة تم تحديدها على أنها من الممتلكات المحظورة ومن جهته الرئيس البيلاروسيا ليكسندر لوكاشينكو اتهم الغرب مرارا بمحاولة الإطاحة به بعد اندلاع احتجاجات حاشدة ضد حكمه في عام 2020 وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي قالت المعارضة إنه فاز بها عن طريق التزوير ومن جهته لوكاشينكو رد أنه فاز بشكل عادل بلاروسيا بقيادة لوكاشينكو منذ عام 1994 تعد أقوى حليف لروسيا من بين دول الاتحاد السوفييت السابق وخلال شهر مايا الماضي قامت روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية دولياً دائماً تشهد إسبانيا موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الليبيرية في حال تأهب تحين وضع وضع إقلوم قرطبة بالأندلس في مستوى انذار أحمر مع درجة حرارة فقط الأربعين ويتوقع أن تبلغ موجة الحر الثالثة خلال هذا الصيف ذروتها حسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تابع تقرير صفيد عوثمان من المتوقع أن تبلغ موجة الحر الثالثة هذا الصيف في إسبانيا ذروتها إذ تصل درجات الحرارة إلى أربعة وأربعين درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد فيما تحذر السلطات من مخاطر اندلاع حرائق الغابات هيئة الأرصاد الجوية الرسمية بإسبانيا قالت إن درجة الحرارة قد ترتفع أيضاً إلى أربعين درجة مئوية في إقليم الباسك بشمال شرق إسبانيا وهي منطقة لا تشهد ارتفاع الحرارة إلى ذلك الحد وحذرت الهيئة مما يسمى بالعواصف الجافة التي يصاحبها رعد وبرق دون هطول أمطار في عدة أجزاء بالبلاد ووضعت أحد عشر منطقة في مستوى الإنذار الأحمر المرادف للخطر الشديد من بينها ثلاث مناطق في الأندلس واثنتان في مادريد واثنتان في كاستيا لامانشا وثلاث مناطق في إقليم الباسك وواحدة في كاستيا ليون ووضعت معظم أنحاء البلاد تقريباً باستثناء السواحل في حالة تأهب لكن بمستويات أدنى كما وضعت معظم أراضي إسبانيا في حالة تأهب قصوى من خطر نشوب حرائق وأدت موجات الحر التي سجلت في إسبانيا وأوروبا بشكل عام هذا الصيف إلى تفاقم الجفاف مما تسبب في خفض مستويات مخزونات المياه مع زيادة تبخر المياه واستهلاكها ودفع السلطات في إقليم كتالونيا إلى فرض قيود جديدة على استخدام المياه إلى هوايا الأمريكية هذه المرة حيث قال مسؤول والولايين أفراد الحرس الوطني ينتشرون في جزيرة ماوي حيث خرجت حرائق الغبات عن السيطرة في الجزيرة وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن أعصار دوره كان مسؤولا جزئيا عن هبوب رياح تزيد عن 97 كم في الساعة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وهزت المنازلة وأوقفت طائرة الهليكوبتر لمكافحة الحرائق التفاصيل في سياق التقرير التالي حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هواي أجبرت السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصاً فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فقد تسببت الحرائق التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار دورا في إغلاق العديد من الطرق إضافة إلى أضرار هيكلية في جزيرة ماوي خاصة في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة كما اشعلت حرائق أخرى في جزيرة هواي والمعروفة أيضاً باسم الجزيرة الكبيرة مما دفع المسؤولين إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة وأعلنت القائمة بأعمال الحاكم سيلفيا لوك عن فترة إغاثة طارئة ستستمر حتى الخامس عشر من غشت الجاري على الأقل وتعمل فرق الحرص الوطني في هواي على المساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث حيث دمرت الحرائق مئات الأفدنة في عدة مناطق تشمل كولا وشمال وجنوب كوهالا ويقع إعصار دورا على بعد أكثر من 800 كم جنوب جزر هواي وتبقى رياحه المباشرة على بعد مئات الكيلومترات من هواي لكن رياحاً قوية تتطور فوق الجزر نتيجة الضغط العالي شمالاً وانخفاض الضغط من الدورة جنوبنا نكن وقد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار في أمان الله